بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وبناتنا طلبة وطالبات الصف السال الصناعي لأقسام التشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة وقيت لكم النهاردة علشان عندنا مادة التفريز والتجليخ ومادة التفريز والتجليخ من المواد الأساسية اللي بندرس فيها كل الحاجات اللي احنا بنعملها بأدينا ونشتغلها بأدينا داخل الأقسام العملية طبعا من اسمها اسمها مادة التفريز والتجليخ يعني هنشتغل فيها جزء خاص بالتفريز وجزء تاني خاص بالتجليخ طبعا احنا في سنة ثالثة المادة عندنا مادة التفريز والتجليخ مادة من 100 درجة فهي مادة مهمة وبتأثر على المجموع الكل بتاعنا المادة سهلة جدا زي ما قلت لك يا مادة التفريز وتجليخ ولكن الجزء الخاص بالتفريز احنا بندرس فيه نوعين من أنواع مكينات التفريز النوع الأولاني هو مكينة الفريزة الأفقية العامة ومكينة الفريزة الأفقية العامة طبعا بنستخدمها في عمليات كتير جدا من عمليات التفريز زي فتح المجاري فتح المشقبيات المجاري اللي بتكون على حرف U والمجاري اللي على حرف V زائد أننا بتركيبة خاصة ممكن أعمل عليها مجرى حرف U وغنفاري ومجرى حرف T طب أنا دلوقتي بالنسبة للمجاري اللي أنا بقدر أعمله على مكينة التفريز المكينة دي أولاد ممكن أستخدمها وده اللي بيكون الاستخدام الأهم وهو قطع التروس فإحنا عندنا بنستخدم مكينة الفريزة الأفقية العامة في العمليات المختلفة نمرة اتنين باستخدم مكينة اسمها مكينة الهب طبعا أنا عايزك تركز معايا لما نبدأ حلقاتنا في عمليات الشرح وإحنا النهاردة حنعرف مع بعض الأبواب اللي احنا هندرسها في مادة التفريز والتجليخ حنشوف أشكال المكينات اللي احنا هنعمل عليها عملية الدراسة وعمليات الحسابات المختلفة اللي احنا بنعملها فيه عمليات التفريز علشان بعد كده حنلاقي نفسنا الكلام اللي احنا بناخده هنا حنلاقي نفسنا بنطبقه في الجزئية الخاصة بالدراسة النظرية وحنلاقي نفسنا كمان بنطبقه في الدراسة العملية داخل الأقسام العملية طب هي مادة التفريز والتجليخ بتتكون من كم جزئية هي أربع جزئيات الجزئية الأولى الخاصة بمكينة الفريزة الأفقال عامة الجزئية التانية وهي الخاصة بمكينة الهوب الجزئية التالتة بيعني إيه تجليخ يعني إيه عمليات تجليخ يعني إيه هي أو شكل الأدوات اللي احنا بنستخدمها أدوات القطع اللي بنستخدمها في عمليات التجليخ نمرأ أربعة وهي المكينات بتاعة التجليخ طيب إحنا دلوقتي لو جينا ناخد كل جزئية ونشتغل فيها لوحدها قلتلك إن إحنا عندنا ماكينة الفريزة الأفقاء العامة وماكينة الفريزة الأفقاء العامة دي إحنا بنستخدمها في فتح المجاري وفتح المشقبيات وفتح مجاري الخوابير وقلتلك إن من أهم استخدامتها إنها بتقدر تعمل لي عملية فتح الأسنان التروس طيب هل هي التروس اللي بتستخدم فيها ماكينة الفريزة الأفقاء العامة تروس عدلة يعني أسنان عدلة لا ده أنا بقدر أستخدم فيها أو أستخدمها في قطع الأسنان العدلة والأسنان المائلة زائد أن في أكبر ميزة من مميزات مكينة الفريزة الأفقاء العامة وهي أن أنا بقدر أعمل توصيل ما بين جزئين ما بين الرسمة اللي هي الجزء الأساسي وما بين الجهاز التأسيم علشان يعمل لي حركة يقوم يديني أو يعمل لي عملية قطع للأسنان الحلزونية طبعا أنا دلوقتي بتكلم عن جزئيات خاصة بالتروس الكلام ده كمان حيروح يتطبع على مكينة الهب ولكن أنا في مكينة الهب أنا في الفريزة الأفقاء العامة أنا بقدر أعمل عملية القطع دي لكل سنة لوحدها إنما في مكينة الهب أنا بأطع الأسنان كلها مع بعض وبالتالي أكيد أنا لما حعمل دراسة لمكينة الفريزة الأفقاء العامة وروح أعمل دراسة لمكينة الهب حلاقي نفسي إن أنا لازم في النص بعمل مقارنة ما بينهم أنت بتقولي إن دي بتفتح تروس ودي كمان بتفتح أسنان تروس طب يبقى لازم أقارن ما بينهم بس دي بتفتح كل سنة لوحدها إنما دي بتفتح الأسنان كلها مع بعض في دوران ما بين أداة القطع وما بين الشغلة اللي هي الترس أداة القطع آه يبقى أنا لازم أول مروح وعمل دراسة لأي مكينة من المكينات لازم أخذ مجموعة من الجوانب مجموعة الجوانب دي أعمل لها دراسة كاملة يعني إيه؟ يعني أقول المكينة دي استخدامتها إيه؟ يعني أقول إن المكينة دي أجزاءها إيه؟ المكينة دي دلوقتي بما إننا في قسم اسمه قسم التشغيل على أو تشغيل المعادن دلوقتي لازم يبقى أنا عندي تشغيل يعني بقى عمل عملية يتقطع يبقى أنا بعدما أعرف الماكينة دي استخدامتها إيه تمام وأعرف الماكينة دي أجزائها إيه وأعرف كمان أدوات القطع بتصنع من إيه وبتثبت إزاي والشغلة طب تعال كده ناخد جانب من الجوانب اللي إحنا حنعمل لها دراسة مع بعض نبص كده مع بعض أنا عندي بتكلم عن منهج اسمه منهج التفريز والتجليخ أنا دلوقتي الهدف من دراسة عمليات التفريز والتجليخ هو المعرفة الكاملة بماكينات التفريز وماكينات التجليخ المختلفة ودراسة الطرق الحسابية لقياس وتصميم المنتجات المصنحة عليه يبقى أنا دلوقتي لما باج أدرس منهج التفريز والتجليخ بدرسه من خلال إن أنا بعرف الماكينات وبعرف كمان الطرق اللي من خلالها بقدر أعمل عمليات حسابية علشان نصمم المنتجات طب تعال نشوف جانب تاني ايه هو الجانب التاني؟ عندي المكينة بتاعة التفريز الأساسية اللي احنا بنقول عليها عامة عشان كده بنقول عليها الفريزة الأفقية العامة هي إحدى مكينات التشغيل ذات الأهمية الكبيرة والتي من خلالها يمكن إجراء العديد من عمليات التشغيل مثل فتح المجاري والمشقبيات وفتح أسنان الايه؟ وفتح أسنان التروس وبالتالي يبقى أنا كده عرفت أن أنا عندي مكينة اسمها مكينة الفريزة الأفقية العامة وعرفت إيه العمليات اللي حتجر عليها طيب أنا حدرس إيه بقى في عمليات التفريز دي نمرة واحد حعمل دراسة لأجزاء الفريزة لازم أعرف أجزاء الفريزة دي كلها كام جزء أو أجزاءها دي عشان حتشتغل في إيه وبالتالي أعرف أعمل صيانة لكل جزء على حد نمرة اتنين أبقى عارف العمليات اللي بتجرع عليها لأن من ضوابط الأمن الصناعي دايما إن أنا ما استخدمش مكينة أو آلة إلا في الغرض المخصص لها يبقى لازم أعرف العمليات اللي بتجرع إيه اللي بتجرع عليها نمرة تلاتة الأجهزة الملحقة يعني أنا دلوقتي عندي مجموعة من الأجهزة المجموعة من الأجهزة دي اللي أنا بلحقها على مكينة الفريزة ليه بلحقها طبعا علشان أقدر إن أنا أعمل عمليات مختلفة يقوم بتساعد الفريزة بتاعتي في عمليات التفريز المختلفة نمرة أربعة حسابات التروس يبقى أنا دلوقتي لما حاجة اشتغل على الفريزة الأفقاء العامة لازم حدرس الأجزاء حدرس العمليات اللي بتجرع عليها حعمل دراسة للأجزاء الملحقة وحستخدمها في إيه وإزاي نمرة أربعة حعمل حسابات إيه التروس طبعا لكده ده كده شكل مكينة الفريزة الأفقية العامة ده شكل المكينة اللي موجودة عندنا في الأقسام أو في الورش العامة اللي بنستخدم فيها عمليات التفريز عشان نفتح فيها زي ما قلنا المجاري وأسنان التروس وهكذا خلي بالك من حاجة إن أنا دلوقتي لو تشوفوا الجزء ده الجزء ده اللي بتركب فيه سكينة الفريزة وعشان هنا فيه ساند فبيسند عمود السكينة ده إذن العمود هنا حيبقى أفقي علشان كده بنقول عليها الفريزة الأفقية الايه العامة طب ده شكل مكينة الفريزة تعالا كده نشوف شكل تاني شكل تخطيتي اللي احنا لو انطلب مننا نرسم الفريزة حن ايه حنرسمها ده الشكل التخطيتي للفريزة لاحظ أنا قلت اسمها الفريزة الأفقية العامة ليه لأن العمود هنا اللي بيحمل سكينة التفريز عمود أفقي عمود ايه أفقي أي مكينة لازم بيكون لها قاعدة أو هيكل القاعدة بتاعت دي أحيانا بنقول عليها الفرش والقاعدة دي اللي شيلة كل الأجزاء القاعدة بتشيل الهيكل اللي بيبقى رابط باقي الأجزاء المتحركة كلها مع بعض وبيبقى فيها مطور نخلي بالنا هنا كده ده رسم تخطيتي تاني عايزك تبص للسكينة دي العمود بتاعها أفقي ده هنا كده شكل الشغلة وهي مربوطة طبعا احنا هندرس مع بعض طرق الرابط المختلفة آه دي مسقط جانبي للسكينة عايزك تشوف شكل السكينة كده وهي بتتحرك السكينة بتتحرك حركة دورانية أهي تاني السكينة بتاعتي بتتحرك حركة دورانية وطبعا الحركة الدورانية دي اللي بتساعد إن الأسنان تعمل عملية القطع أو إنها تأكل في الشغلة بتاعتي طيب تعال نشوف حاجة تانية العمليات اللي بتجرع عليها طبعا بما إننا لسه النهاردة بنتعرف على المنهج مش هعود أكتب لك كتير أنا حوريك شكل العمليات اللي بتجرع عليها دي شغلة ودي سكينة الفريزة واخد بالك إن التقب بتاحها هو تقب أفقي التقب ده اللي نافد داخل السكينة لما يركب فيه عمودي بأفقي إذن السكينة دي وهي بتتحرك حركة دورانية هتبدأ تزيل جزء من المعدن وبالتالي هتعمل لي تسويت أسطح يبقى من العمليات اللي بتجرع علي الفريزة الأفقية عامة نمرة واحد إيه تسويت الأسطح نمرة اتنين إنها حتقدر تعمل مجرى لو السكينة بتاعت أطرفها فيها شكل منحني يبقى حتجيب الجزء اللي هي بتاكله كمان منحني ده كده منحني لداخل الشغلة طب بص كده لده ده منحني لخارج الشغلة الأجزاء المنحنية دي اللي احنا بنقول عليها الحلية اللي احنا بنقول عليها لإيه الحلية تعال نشوف شكل تاني من المشغولات بص كده معايا دي شكل السكينة السكينة بتقطع جزء اهو طبعا السكينة دي بتجبه دي بس دي أصغر شوية فدي كده عملت مجرى اللي احنا بنسميها مجرى الخبور بتاعة الخوابير بتاعة تسبيت سككين الفريز مع الأعمدة هنا عملتلي مجرى بنسميها مجرى حرف يو هنا عملتلي فتحة صغيرة دي سكينة بنسميها سكينة منشارية يبقى انا دلوقتي انا بقدر اتحكم في شكل المشغولة اللي انا بعملها عن طريق ايه عن طريق شكل السكينة عن طريق شكل الايه السكينة لاحظ ان الثقب ده والثقب ده والثقب ده والأشكال اللي انا لسه مورها لك من شوية الاشكال دي اولاد او السقوب دي السقوب حيركب فيها عمود افقي وبالتالي يبقى دي بتشتغل على الفريزة الافقية الايه العام طيب دي المشغولات قلنا اللي بنعمل فيها عمليات تفتح للمجاري طب انا لو جيت بعد كده وعملت حاجة تانية اللي هي التروس ده جزء من ترس اولاد الترس ده بيبقى له بيانات وبالتالي البيانات دي اللي بتحدد شكل السنة بتاعة الترس وكمان بتحدد لي شكل السكينة اللي حتقطع الترس البيانات اللي موجودة على الترس دي هي اللي بتحدد لي ازاي وعمق القطع وارتفاع السنة شايف السنة دي من هنا لغاية هنا احنا بنسمي الجزء اللي فوق رأس السنة والجزء اللي تحت جزع السنة وبالتالي السكينة بتاعة الفريزة حتاكل في الجزء المفرغ ده يبقى هي لما تاكل الجزء الهنا ده وتعمله مفرغ وتاكل في الجزء اللي هنا تعمله مفرغ يبقى هي حتطلع عندي شكل ايه؟ شكل السكينة طب برجعك ارجعوا لي كده تاني لو سمحتوا بصوا كده معايا انا دلوقتي عايز اعمل اسنان ترس ارجعوا لي لو سمحتوا انا دلوقتي عايز اعمل اسنان ترس اسنان الترس ده لو افترضنا ان هي شكل كف الايد ده كده اذا انا الجزء ده هيبقى عندي عبارة عن اسطوانة دائرية مصمطة معمولة من معدن ممكن الترس ده يكون من الومونيوم من نحاس من حديد زي ما يكون وبالتالي انا محتاج ان سكينة الفريزة لما يكون القرس ده قرس دائري سكينة الفريزة تبدأ تاكل المعدن هنا وتبدأ تاكل هنا وتبدأ تاكل هنا طيب هي الجزء ده لما يكون دائري سكينة الفريزة هي اللي حتميل عشان تاكل كده او تاكل كده لا احنا بنعمل ايه عندنا جهاز اسمه جهاز التأسيم بيبقى راكب على الفريزة الجهاز ده بيقدر يقسم لي محيط الدائرة لعدد من الاقسام المتساوية وبالتالي السكينة هتبقى وقفة كده لان عمودها افقي عشان كده سميناها الفريزة الافقية العامة فحتبدأ تاكل سنة وبعدين جهاز التأسيم هيعمل ادارة للشغلة بتاعتي بمقدار سمك السنة دي فيبدأ ياكل الناحة التانية ويعمل لها ادارة وياكل 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 والكلام ده كله يتم على عدة ايه على عدة مراحل وبالتالي هقدر اعمل عملية تفريز اسنان التروس تعال نشوف مع بعض كده فيديو بيبين ازاي بنعمل عملية تفتيح اسنان الايه اسنان التروس بما ان العمود افقي اللي شاي للسكينة وكمان العمود اللي هيبقى شاي للشغلة اللي هي هتبقى ترس هتبقى هي كمان افقي نبص كده مع بعض عندي هنا دلوقت ده فيديو الفيديو ده بيبين ان انا عندي هنا السكينة بتاعتي بتعمل عملية بتعمل عملية تفريز للاسنان يعني بتعمل عملية قطع للاسنان بعد ما بيأكل سنة لاحظ ان الظرف بيدور لفة بسيط جزء بسيط من اللفة وبتبدأ السكينة تاكل هو بص كده معايا السكينة بتاكل هي بتعمل فراغ جديد بعد ما السكينة اكلت الفراغ الجديد فبقى عندي سنة جديدة بص كده هيبدأ يعمل الادارة تاني بص كده الظرف بيلف تاني ازاي الظرف بيلف جزء من اللفة وتبدأ السكينة تاني تبدأ تعمل عملية القطع لسنة سكينة جديدة بص كده وبالتالي هو كل شوية بيعمل عملية الادارة لجهاز التقسيم من هنا بحيث ان الادارة دي تديني جزء من اللفة يعني مثلا لو انا عايزة على ربعين سنة يبقى بنا بعمل واحد على ربعين من اللفة الكاملة علشان اقدر اطلع عربعين سنة لو انا بعمل عشرين سنة يبقى انا كل مرة بلف جهاز التقسيم ده بالترس ده واحد على العشرين من اللفة بحيث ان انا في الاخر اطلع عشرين ايه عشرين سنة بص كده ادي سكينة الفريزة هي بتعمل بتلف حوالين نفسها والاسنان بتبدأ تاكل في المعدن وبعد كده يبدأ يلف تاني وتالت ورابع لغاية ما ايه لحد ما يعمل عملية القطع في الاسنان كلها ويبقى وصل للشكل النهائي للايه للترس طبعا دي من زوايا مختلفة عشان نبين السكينة بتاعت الفريزة اهي دي بتدور حوالين نفسها وبتبدأ تعمل عملية القطع في الشغلة لحد ما نوصل للشكل النهائي للترس كده هو وصل خلاص قرب ان هو يخلص كل الاسنان اللي موجودة عنده وبالتالي وصل بالترس انه قطع ايه قطع او فتح كل الاسنان بتاعتي طيب نيجي بقى بعد كده نقول ان احنا عندنا في الفريزة برضو لازم نعمل عملية دراسة لتثبيت ادوات القطع اللي هي سكاكين الفريز نشوف هي بتتسبت ازاي نمرى النمرى اللي بعدها نمرى ستة اسبت المشغولات ازاي طبعا انا بسبت المشغولات دي عن طريق ان انا يا اما بتسبت بمنجلة او الملزمة او المناجل او الملازم المختلفة او اذا كنت بعمل ترس يبقى انا الترس بتاعي لازم حيتسبت على جهاز اللي احنا قلنا عليه جهاز التقسيم نمرى سبعة اعرف مواد الصنع اللي بتصنع منها سكاكين الفريز احنا بنقول على اداة القطع اللي بتاكل في اي حاجة بنسميها سكينة نمرى تمانية الاحتياطات اللازمة علشان اشتغل على مكينة الفريزة بامان وفي نفس الوقت تديني المشغولات اللي مطلوب تصنحها بالشكل المطلوب عندنا طب تعالى بعد كده نشوف احنا بقى سكاكين الفريز دي حيبقى شكلها ايه؟ انا دلوقت لما حاجي واشتغل على سكاكين الفريز لازم ابقى عارف ان السكينة دي في عليها هنا حدود قطعة السكينة طبعا واخدى شكل قريب من شكل الترس انما هي مش ترس ليه؟ لان انا عندي دلوقت الحد ده هو ده الحد اللي بيعمل عملية القطعة في المشغولة لو تلاحظ الاسنان دي كلها نزلة لتحت الاسفل يبقى السنة دي وهي طلعة كده الفوق هتبدأ تاكل من المعدن يبقى المعدن اللي كان سمكه كبير بعد اما السكينة هتلف وتشيل اجزاء منه اللي بنسميها الرايش هيبدأ المعدن يكون سمكه قليل طب انا دلوقت السكينة دي وهي بتاكل هل لها زوايا معينة ما بين الاسنان ايوا الزاوية اللي موجود بص كده واجه السنة ده الخط ده كده الزاوية اللي قدامه دي اسمها زاوية الجرف ودي الزاوية المسؤولة انها تشيل الجزء من المعدن اللي هو الرايش الزاوية اللي تحت دي دي اسمها زاوية الخلوص ودي معمولة علشان تقلل الاحتكاك ما بين السكينة وما بين الشغلة والزاوية اللي ما بين الوجه الامامي والوجه الخلفي اسمها ايه زاوية السن اللي هي السنة بتاعة السكينة طيب يبقى انا دلوقتي لما باجي اعمل عملية القطعة هنا فيه او باستخدام ادوات القطعة اللي هي سكينة الفريزة لازم ابقى عارف ان انا يا اما بعمل عمليات تفريز لمشغولات عادية او بعمل التفريز ده لتروس طيب اذا كانت تروس ايوا لو انا بعمل عمليات قطعة لتروس لازم ابقى عارف ان انا بعمل في التروس حاجة اسمها تقسيم بسيط وتقسيم فريقي باختصار كده التقسيم البسيط ده لما كون بعمل ترس مثلا 20 سنة 40 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة 120 سنة يبقى اسمه ده تقسيم بسيط انما التقسيم الفريقي لما كون عايز اعمل 156 سنة 159 ايوا يبقى فيه رقم كده هو اللي هيخليني معرفش اعمل عملية القسم على الاعداد علشان اطلع جزء من اللف طيب نيجي بعد كده نعايزين نشوف مع بعض اهم الحاجات اللي انا لازم اراعيها في مكينة الفريزة الحاجات دي لازم اراعيها مش في مكينة الفريزة بس لازم اراعيها في اي مكينة انا بستخدمها في اقسام التشغيل نمرة واحد وهي الصيانة نمرة اتنين ان انا استخدم حاجة تقلل عندي الاحتكاك وتقلل عندي قوة القطع وتقلل عندي ان يحصل تلف للشغلة او تقلل احتمالات يعني تلف الشغلة او اداة القطع نمرة واحد ايه هي اللي لازم الحاجات اللي لازم اعملها او العوامل اللي واجب توفرها او العوامل اللي واجب مراعتها لما اشتاج اشتغل على مكينة التشغيل نمرة واحد هي تتلخص في جزئية ممكن نقول عليها الصيانة والصيانة يا أولاد في حاجة اسمها صيانة دورية الصيانة الدورية دي يعني أنا عندي شغل ما عندي شغل يبقى أنا لازم المكينة بتاعتي وأنا شغال عليها لازم أعملها عملية تنظيف لازم أزيل منها الرايش الرايش ده وأنا بزيله أزيله بفرشاه ما بين المجاري اللي موجودة في الرسمة بتاعتي أو الصينية بتاعة مكينة التفريز أو غيرها زائد إن أنا دايما بعد ما بخلص عملية التنظيف لازم بقطعة من الستوبة اللي هي القماش وعمل إيه أخسلها بالكيروسين كويس جدا لأن الكيروسين ده حيساعد إن لو فيه رايش ناعم يقدر ياخده معايا ونشوف ونتطمن على كل أجزاء المكينة إنها سليمة دايما بعد ما خلص كل مشغولة لازم المكينة يحصلها عملية التنظيف ودي بنسميها صيانة دورية إنما فيه صيانة تانية اسمها صيانة وقائية أو صيانة علاجية الصيانة الوقائية دايما اللي أنا بعملها للمكينة واعمل عملية التفتيش لكل أجزاءها بحيث إن أنا أتطمن إن كل الأجزاء سليمة حيث إن أنا أتطمن إن أنا المكينة دي مش هتتعرض بعد كده للأعطال وبالتالي إذا كانت قبل حدوث العطل بأسمها وقائية إنما بعد حدوث العطل بأسمها صيانة إيه علاجية طب إيه الجانب الثاني اللي لازم ناخد بالنا منه هو أنا دلوقتي لما بعمل عملية قطعة عندي سكينة فريزة والسكينة دي بتتحرك فبتعمل عملية قطعة في المشغولة دي معدن ودي معدن أكيد طبعا لازم دي تكون أصلد من دي ولكن إذا كان المعدن ده صلد والسكينة برضو أصلد منه لازم حيحصل ما بين الاتنين احتكاك طب لما يحصل ما بين الاتنين احتكاك لازم أعمل إيه لازم أوفر حاجة اسمها سائل التبريد سائل التبريد ده وظفته إيه طبعا بما إن اسمه سائل تبريد يبقى حيعمل تبريد للحرارة المتولدة من الاحتكاك ما بين أداة القطعة وما بين الشغلة وبالتالي لما حيحصل احتكاك ما بين الاتنين أنا دلوقتي لما بحط سائل التبريد وده حكون له أنواع مختلفة كتيرة حندرسها مع بعض الأنواع دي دلوقتي لما حتنزل على المعدن وهو بيعمل الاحتكاك حتبدأ تمتص الحرارة يعني تسرب الحرارة طب لما تسرب الحرارة حيبقى فايدتها إيه؟ نمرة واحد هي قللت درجة الحرارة إحنا عارفين إن إحنا وإحنا شغالين في المعادن المختلفة كل المعادن بيحصلها إيه؟ بتتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرود يعني لو تمددت بفعل الحرارة النتجة من الاحتكاك أكيد أكيد أبعدها ومقاستها هتختلف وقياساتي عليها أثناء الشغل مش هتكون مظبوطة نمرة اتنين الشغلة لما ترتفع درجة حرارتها ممكن تفقد جزء من خوصها اللي هي الصلابة والصلادة واللدونة والمرونة اللي احنا درسناهم قبل كده في علم المواد طيب وإيه كمان؟ ارتفاع درجة الحرارة دي ممكن يأثر على أداة القاطع يبقى أنا دايما لازم أخد بالي أن عندي شقين مهمين شق اسم الصيانة الصيانة اللي أنا بعملها بعد كل شغل أنا بشتغلها الصيانة اللي أنا بعملها قبل ما اشتغل على المكنة وبعدا ما اشتغل على المكنة نمرة اتنين اللي هي استخدامات سوائل التبريد اللي أنا من خلالها حقدر أوصل بأكبر جودة ممكنة في عملية التشغيل على الفريزة أو على أي مكينة تانية لأنها هتحفظ لي على الشغلة وعلى أبعادها وجودة تشغيلها وحتحفظ لي كمان على أداة الايه؟ على أداة القاطع تعالوا كده نشوف مع بعض الجزئية اللي أنا شرحتها الفريزة الأفقية العامة قلنا أن أنا عندي جزئتين نبص كده مع بعض لو سمحتوا الصيانة جزئية اسمها الصيانة وجزئية تانية بتتكلم عن سوائل التبريد المستخدمة الصيانة عندي نبص كده لو سمحتوا نبص كده على السلايد بتاعتنا الصيانة وسوائل التبريد الصيانة عندي في حاجة اسمها الصيانة الدورية أو الصيانة العلاجية الصيانة الدورية دي اللي أنا هعملها بعد كل عملية تشغيل أو قبل ما أبدأ عملية تشغيل علشان أتطمن على المكينة اللي هي عمليات التنظيف والغسيل بعد كده عندي صيانة اسمها الصيانة العلاجية لما يكون عندي فيه جزء فيه عطل وأنا حبدأ ايه؟ أعمله عملية تغيير علشان دايما تكون المكينة سليمة علشان ده حيأثر على المشغولة بتاعتي طب سوائل التبريد في عندي طبعا حندرس مع بعض أنواع سوائل التبريد المختلفة وحندرس مع بعض فوائد سوائل التبريد اللي احنا قلنا عليها إن سوائل التبريد دي حتمتص الحرارة وحتصرب الحرارة وحتحافظ على المكينة وحتحافظ على الشغلة وإداة القاطع وبعد كده حنعرف العوامل اللي واجب توفرها في سوائل التبريد إنها تكون بتمتص الحرارة بسرعة وإنها ما تكونش بتتأثر بدرجات الحرارة تطلع أدخنة أخرى تعمل أو تأذي العامل اللي شغال بها حننتقل بقى من جزئية الفريزة الأفقية العامة نروح على ماكينة الهوب اللي هي متخصصة في عمل التروس ماكينة الهوب وهي أحد أهم الماكينات المستخدمة في إنتاج التروس يبقى ماكينة الفريزة الأفقية العامة كانت بتعمل عمليات تسويت أسطح وفتح مجاري وتروس إنما ماكينة الهوب هي مستخدمة بس إيه في التروس ليه لما لها من إنتاجية كبيرة وكذلك الجودة العالية في الإنتاج لأنها مستخدمة بس في عملية إنتاج التروس وبالتالي هي متخصصة في التروس وعلشان كده بيبقى لها إنتاجية كبيرة ليه إحنا شفنا مع بعض في ماكينة الفريزة الأفقية العامة إن أنا عندي الفريزة كانت بتقطع سنة سنة إنما هنا في ماكينة الهوب بتقطع الأسنان كلها مع بعض طب إحنا هندرس إيه في ماكينة الهوب؟ ماكينة الهوب هندرس فيها رقم واحد أهم الأجزاء نمرة اتنين المميزات والعيوب بتاعت الماكينة نمرة ثلاثة هندرس طرق نقل الحركة للأجزاء بتاعتها كلها نشوفها بتتحرك إزاي أوتوماتيكيا وبعد كده هندرس مع بعض إزاي هنعمل عمليات الحسابات المختلفة للتروس طيب تعالا كده مع بعض نشوف كده شكل لماكينة الهوب ده شكل بتاع ماكينة الهوب اللي بنشوفها في الأقسام العملية بتاعتنا والماكينة هنا عايزك تخلي بالك من حاجة إحنا هناك في مكينة الفريزة الأفقية العامة كانت الترس بتاعي ثابت وبعدين سكينة الفريزة هي اللي بتتحرك الترس بتاعي ده اللي هو شايفين اللي أنا بحدده هنا كده اللي أنا بشاور عليه ده الترس ده الشغلة اللي هي حتبقى ترس الشغلة اللي حتبقى ترس دي هي اللي بتلف حوالي النفسها وكمان السكينة اللي بتقطع دي كمان بتلف حوالي النفسها إذن السكينة وهي بتلف والشغلة وهي بتلف هتعمل عملية قطع لكل أسنان الترس في وقت واحد يعني في لفة كاملة من الشغلة يتم تخليق الأسنان بتاعة الترس طب تعالى كده نشوف مع بعض الشكل التخطيطي بتاع ماكينة الهوب ده الشكل اللي احنا هندرسه أنا عندي ده كده الجزء اللي شكله مستطيل ده ده أرس مدور اللي هيبقى ترس وده كده شكل السكينة ده القرس ده متركب على صينية ومجموع التروس علشان تديله الحركة الدورانية يبقى الشغلة هنا بتلف حركة دورانية وكمان سكينة الفريزة بتلف هي كمان حركة ايه؟ حركة دورانية يبقى دي هتبقى ميزة من المميزات الكبيرة جدا اللي أنا هستخدمها علشان تطلع للتروس وحيكون لها طبعا مميزات كتيرة هنشرحها مع بعض طب تعالي نشوف كده مكينة التفريز دي هتشتغل ازاي؟ بص كده معايا ده الترس اللي أنا عايزة عملله عملية القطع ودي سكينة الفريزة أنا قلتلك ان الفرق ما بين هنا في مكينة الهوب ومكينة التفريز ان في مكينة الفريزة الشغلة اللي هي الترس بتبقى سابتة والسكينة بتدور انما هنا في مكينة الهوب ببصت كده معايا السكينة اللي بتقطع بتدور والترس كمان بيدور بص كده بالتصوير البطيء هنا بيعمل عملية القطع للأسنان والترس أصلا كمان عمال بيلف حوالين نفسه وبالتالي بعد لفة كاملة من الترس ده حكون أسنانه كلها اتعمل لها عملية ايه قطع يبقى انا دلوقتي اللي حيفرق ما بين مكينة الفريزة ومكينة الهوب ان انا في مكينة الفريزة انا بقطع سنة سنة انما في مكينة الهوب انا بقدر اعمل عملية القطع للأسنان كلها في وقت واحد وبالتالي الخطأ هنا حيكون قليل جدا زائد ان عملية التقسيم حكون عملية تقسيم محكمة وما فيهاش أخطاء وقليلة الأخطاء ولو فيه خطأ انا حد اكتشفه ولسه فيه بدايات تخليق الأسنان على محيط الشغلة بتاعتي اللي انا باشتغلها طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عندي مكينة اسمها مكينة الهوب ومكينة اسمها مكينة الفريزة الافقية العامة ارجعوا لي لو سمحتوا طيب انا دلوقتي لما حلاقي نفسي ان انا في مكينة الفريزة الافقية العامة كنت بقطع الترس ده سن سن انما في مكينة الهوب بقطع الأسنان كلها في لفة واحدة دورانية للشغلة بتاعتي اللي هي الترس طب انا دلوقتي اكيد مكينة الهوب حيكون لها مميزات كبيرة عن مكينة الفريزة الافقية العامة المميزات ايه؟ انها حتطلع لي الشغلة بتاعتي في وقت قليل يبقى حتبقى اقتصادية لان طالما لما طلعتها في وقت قليل يبقى اكيد حتطلع لي مجموعة من المشغولات في وقت قليل عام اللي كان هيتعمل في الفريزة الافقية العامة زائد ان تشغيلها بما انها بتاكل الأسنان كلها مرة واحدة يعني انا لو اكتشفت الخطأ حكتشفه بدري انما في الفريزة الافقية العامة كنت حقطع سنة سنة وحكتشف الخطأ في الآخر زائد ان هي بتطلع الأسنان كلها متمثلة لا يمكن يكون في سنة مش متشابهة مع اللي جنبها يبقى دي ميزة طب اكيد بقى حيكون لها عيوب ايه اكيد تكلفتها عالية وتكلفة السكاكين بتاعتها برضو عالية وبالتالي تكلفة الانتاج عليها حكون عالية يبقى انا دلوقتي قلتلك ايه اللي احنا حناخده في الجزئية الخاصة بعمليات التفريز اللي هي حكون الفريزة الافقية العامة ومكينة الهب طب ننتقل مع بعض كده للجزئية التانية من المنهج الجزئية التانية من المنهج ودي بتتكلم عن حاجة اسمها عمليات التجليخ كلمة تجليخ يا ولاد عاملة زي بالضبط ان انا باخد جزء من اسم المكينة هي اسمها مكينة التجليخ وادات القطع اللي رجب عليه اسمها احجار التجليخ يبقى عشان كده سميناها عمليات التجليخ يبقى عمليات التجليخ بتتم على مكينات التجليخ وبتتم بوسطة اداة قطع اسمها احجار التجليخ حجار التجليخ اللي احنا بنشوفها في الورش عندنا اللي بنعمل عليه عملية شحز أو سن أدوات القطع كلنا شفنا برة مجال عملنا أو برة الأقسام بتاعتنا الراجل اللي بيسن السككين برة في الشارع الراجل اللي بيسن السككين ده معاه حجر اسمه حجر التجليخ وبيبدأ يعمل عليه عملية السن اللي احنا بنشوف منها الشرارة طيب أنا دلوقتي جوه الورش بتاعتنا هنعمل إيه؟ هنعمل عملية سن للبنط مثلا اللي بنعمل بها عمليات التأب هنعمل عملية سن لأقلام المخارط هنعمل عملية سن لسككين الفريز هنعمل عملية سن للبراغل اللي احنا بنشغل بها في تنعيم الثقوب مثلا طيب و ايه تاني هو انا حسن أدوات قطع بس لأحجار التجليخ لا طبعا مش حسن أدوات القطع بس ولكن انا ممكن عن طريق عمليات التجليخ ان انا اوصل بالمشغولات اللي انا كنت عاملها على عمليات الخرطة او التفريز او القشط او المشغولات اللي انا كنت عامل لها صب في اقسام السباكة ان انا عامل لها بعمليات التجليخ ان انا اوصل بابعدها ودرجة تشطيب الاسطح بتاعتها لدرجة عالية جدا من الجودة يبقى انا دلوقتي هستخدم التجليخ في ايه؟ هستخدم التجليخ في حاجتين الحاجة الاولى وهي ان انا اعمل سن الادوات القاطع نمرة اتنين ان انا اشيل الزوائد اللي موجودة في عمليات الصب للبعض المشغولات زائد ان انا اوصل بعمليات التجليخ للمشغولات المختلفة وده هنشوفه كمان شوية لان انت حتقول ان في مشغولات مستبطحة وفي مشغولات استوانية هيختلفوا مع بعض ازاي طب هو حجر التجليخ ده اللي بيعمل عملية السن اللي بيطلع الشرارة ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من مادتين مادة اسمها مادة حكة ومادة اسمها مادة ربطة المادة الحكة دي اللي بتعمل عملية الاحتكاك اللي بتعمل عملية القطع اللي بتشيل الريش من المعدن والمادة الربطة اللي بتاخد المواد الحك طب احنا ما عملناهاش ليه؟ زي سكنت الفرزة كده باسمان لان انا محتاج ان انا يبقى عندي حبيبات دقيقة عشان تشيل عمق قطعة قليل فتعمل عملية تنعيم وتشيل عمق قطعة قليل قوي فتوصل بالابعاد وجودة الاصطح لجودة عالية طب الحبيبات دي ما ينفعش تبقى أسنان ما ينفعش تبقى أسنان لأن الحبيبات دي حتتآكل وأنا حزلها فتظهر حبيبات جديدة عشان كده جبنا مادة حكة عبارة عن حبيبات ممكن تكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة بس كبيرة في الحجم المجهري ومربوطة بمادة رابطة عشان أعمل بيها عمليات التجليخ تعال نشوف يعني إيه تجليخ وإيه أشكال عمليات التجليخ وإيه أحجار التجليخ نبص كده مع بعض عندي دلوقت عمليات التجليخ نبص كده مع بعض التجليخ عندي بينقسم لحاجتين الحاجة الأولانية اللي اسمها أحجار التجليخ والحاجة الثانية اللي اسمها مكينات التجليخ وطبعا أحجار التجليخ ومكينات التجليخ دي لازم أدرسهم من خلال الأجزاء ومن خلال كل جزئية في الحجر ذات نفسه اللي أنا باستخدمه لأن شكل الحجر وحجم الحبيبات بتاعت الحجر بتاعتي لازم هتحدد شكل العملية طب تعالى كده نروح ناخد بند منهم نمرة واحد أحجار التجليخ لازم أبقى عارف يعني إيه معنى التجليخ والتجليخ اللي أنا بتكلم عليه اللي هو عملية شحزة أو سن أدوات القطع أو إن أنا أوصل بالأبعاد طيب نمرة اتنين مكونات أحجار التجليخ اللي أنا قلت لك إن أحجار التجليخ دي بتتكون من مادة حكة ومادة ربطة نمرة ثلاثة مواصفات أحجار التجليخ مواصفات أحجار التجليخ يعني أنا بتكلم عن قطر الحجر بتكلم عن سمك الحجر بتكلم عن نوع المادة الحكة بتكلم عن نوع المادة الربطة بتكلم عن حجم الحبيبات اللي موجودة عندي علشان عملية الإزالة بتاعت المعدن نمرة 4 أشكال أحجار التجليخ ودي طبعاً حتتعدد أشكال أحجار بالنسبة لتعدد العمليات اللي أنا بعملها نمرة 5 أشكال أقلام التجليخ أقلام التجليخ طبعاً أحجار التجليخ احنا شفناها قبل كده في معظم الورش إنما أقلام التجليخ دي اللي هي أحجار تجليخ دقيقة جداً وصغرة جداً زي اللي بيستخدمها ده كترة الأسنان في عمليات بعد أما بيعمل عملية ثقب عشان يعمل حشو فبيعمل عملية تجليخ دي علشان ينظف بها الأسنان أو يعمل بها عملية تنظيف للثقوب مكان الأماكن اللي هو أزلها طب تعالى نروح تاني كده ليه أحجار التجليخ برضو؟ أحجار التجليخ لازم أعمل لها اختبارات يعني إيه أعمل لها اختبارات؟ يعني لازم أشوف الحجر ده كامل لاستدارة الحجر ده بيدور حوالين نفسه ولا لأ؟ الحجر ده فيه اللي احنا بنقول عليها الرفة لأن الكلام ده كله هيأثر على العملية اللي احنا بنعملها على المكينة أو باستخدام الأداء نمرة اتنين أشوف الأحجار دي بيحصل لها عملية تثبيت إزاي؟ التثبيت الجيد علشان تطلع لي شغل جيد نمرة تلاتة التخزين بتاع الأحجار الأحجار دي فيها مادة ربطة وعلى فكرة المادة الربطة دي ممكن تكون المطاط وأنواع كتير من المواد اللي لدينا وبالتالي لو الأحجار دي طريقة لازم تتخزن بطريقة مثالية علشان ما تتأثرش بالتخزين السيء اللي ممكن يأثر على شكل الحجر وجودته وجودة عمله طب تعالى كده نشوف حكاية اختبار الأحجار وتثبيت الأحجار دي نشوف شكلها إيه؟ نمرة واحد إحنا عندنا ده حجر تجليخ من ضمن الطرق اللي أنا بعمل لها عملية اختبار الأحجار إن أنا علق الحجر بتاعه لعموت كده ويكون تعليق حر وابدأ أعمله عملية دوران ألفه بإيدي إذا كان الحجر ده بيلف بشكل منتظم يبقى سليم بشكل غير منتظم يبقى غير سليم طب عايز الدوران بتاعه يباني إذا كان فيه ميل جزء معين ولا لأ فبعمل إيه؟ بجيب سقل والزقه كده بأي لازق خفيف في جزء من الجانب وابدأ أعمله عملية الدوران لازم طبعا من ضمن العمليات إن أنا الحجر يبقى متعلق بشكل حر واعمل عليه عملية طرق بس الطرق ده يكون بإيه؟ الطرق ده يكون بأداة خشبية يعني حاجة ما تقزيش الحجر وبعمل طرق خفيف إذا سمعت صوت رنان يبقى الحجر ده سليم إذا سمعت صوت مكتوم يبقى الحجر فيه شرخ أو يبقى حجر التجليخ ده شارب ميا أو شارب زيت أو شارب أي نوع من أنواع السوائل طيب تعالى كده نشوف التسبيت بتاع الأحجار ده حجر التجليخ إحنا بنحط بقى في النص هنا إحنا ما بنسبتش الحجر على العمود بتاع الدوران اللي على الموتور على طول ولكن بنحط جلب هنا من البلاستيك أو المطاط وبعدين نعمل عملية ربط من الجوانب ليه؟ أنا بحط الجلب دي علشان أضمن الاستدارة تكون في المنتصف بالزبط زائد إن أنا دايما لما باجأ شغل على الحجر هو بيلف أنا بضغط عليه يبقى أكيد الجلب المطاطية اللي موجودة جوه دي حتمتص الضغط ده ومش هتتأثر حركة الحجر بالضغط ده يبقى إذن لازم دايما إن أنا وأنا بعمل عملية التسبيت ده العمود اللي بيبقى خارج من الموتور اللي بيحعمل عملية الدوران بعد كده بحط جلب هنا مطاطية بعد كده بركب الورد اللي موجودة في الأجناب طب حتقول لي ما أنا لو ربطت على الجلب اللي هيخلي الحجر ده يدور هقول لك ما هي الجلبة دي والجلبة دي في جلبة منهم مربوط فيها هنا بنسميه خبور تثبيت أو خوابير التثبيت ودي أنت هتدرسها في مادة الرسم الفني بحيث أنها تنقل الحركة من العمود للجلبة أو الوردة أو الحلقة اللي هتعمل عملية التثبيت لحجر التجليخ وبالتالي الحلقات دي هتدور مع العمود والحجر كمان يدور معاه ما تنساش أنت عارف إحنا ليه عاملين شكل النقاط دي لأن إحنا قايلين أن أحجار التجليخ دي بتكون من جزئين الجزء الأول اسمه مادة حكة والجزء الثاني اسمه مادة إيه مادة ربطة طب هي مكينات التجليخ بقى بيكون شكلها إيه مكينات التجليخ عندي ممكن تكون مكينات تجليخ استوانية يعني استوانية يعني أنا عندي شغلة زي الألم ده كده والألم ده استواني مقطعه دائري فأنا دلوقتي عايز أعمله عملية تجليخ طب هعمل إيه أنا ممكن أعمل عملية التجليخ ده على الألم ده ونسميها عملية تجليخ استواني من الخارج لو اعتبرنا أن ده حجر تجليخ استواني وبيلف حوالين نفسه فحييجي هنا يمس الألم بتاعي ولما هيعمل المس للألم الألم آسف اللي هي الشغلة يعني الألم ده هو بيلف والشغلة كمان بتلف هيتحرك يمين وشمال فيبدأ يعمل عملية الإيه عملية التجليخ يبقى أنا كده عملت عملية تجليخ ليه شغلة استوانية خلي بالك أن الشغلة الاستوانية ممكن يبقى التجليخ كده من الخارج وممكن تبقى الشغلة استوانية والتجليخ من الإيه من الداخل ولكن أنا ممكن تختلف عملية التجليخ لأن ممكن يكون الشغلة بتلف وإيه الحجر بيلف والحجر بس بتحرك حركة خطية وأثناء دورانه إنما ممكن أخلي الشغلة سبتة ويبقى الحجر بتاعي بيلف حوالين نفسه وبيلف حوالين الشغلة وبعدين أنا بحركل كمان الحركة الخطية اللي بتديني التغذية خلي بالك إن أنا لما بيكون عندي عمليات تجليخ قلتي التجليخ ده ممكن يكون تجليخ استواني وممكن يكون تجليخ سطحي سطحي إزاي لو اعتبرنا إن هنا السطح ده كده مشغولة فممكن الحجر بتاعي يعمل عملية التجليخ بالحفة الخارجية وممكن الحجر بتاعي يعمل عملية التجليخ بوجه الحجر وطبعاً اللي بوجه الحجر دي لما هيكون العرض بتاع المشغولات كبيرة تعالوا نشوف مع بعض كده أشكال عمليات التجليخ ونشوف فيديو برضو لعملية تجليخ سطحي بنقول هنا إن أنا عندي من مكينات التجليخ في مكينات التجليخ الليستوانية ونمرأة 2 مكينات التجليخ السطحي طب أنا دلوقتي مكينات التجليخ الاستوانية دي حتكون أنواحها إيه؟ نمرأة 1 مكينات التجليخ الاستوانية ودي حتكون منها مكينات التجليخ الاستواني الخارجي زي ما احنا كنا بنمثل على الألم من شوية وحيكون برضو عندي مكينات التجليخ الاستواني الإيه؟ الداخلي لما يكون فيه ثقب داخلي وأنا بعمله عملية تجليخ طيب تعال نشوف عمليات التجليخ دي كاستغانية تعال نشوف عمليات التجليخ الاستغانية هيكون شكلها إيه دي شغلة ومن الواضح إن الشغلة هي أنا بعمل لها تجليخ من الخارج طبعا في الشكل هنا ب inspires إن الشغلة دي شغلة استغانية وبالتالي ممكن أداة القطع اللي هي حجر التجليخ اللي أنا بشاور عليها دي وهي بتلف حوالي نفسها ممكن الشغلة كمان تلف حوالي نفسها والحجر يتحرك يمين وشمال وممكن تكون الشغلة دي سبتة وبالتالي حجر التجليخ ده حيلف كمان حوالين الشغلة عشان يعمل لها عملية لإيه؟ عملية التجليخ ده كده كان تجليخ خارجي إنما ده كده تجليخ إيه؟ تجليخ داخلي يبقى حجر التجليخ موجود جوا الشغلة لو الشغلة دي بتلف حوالين نفسها حجر التجليخ ده حيلف ويدور ويتحرك حركة خطية إنما لو الشغلة سابتة حجر التجليخ هو بيلف حيلف كمان ويعمل حركة دورانية عشان يعمل عملية التجليخ من الداخل للمشغول طيب تعالى لمكينات التجليخ السطحي مكينة التجليخ السطحية في تجليخ سطحي بواجه الحجر يعني بالواجه بتاع الحجر اللي هو الجزء بتاعي اللي استواني وممكن تكون بحفة الحجر الخارجي عن طريق الأجناب اللي هو الجزء اللي بيمثل السمك تعالى كده نبص مع بعض نشوف شكل ايه عملية التجليخ ده كده تجليخ بواجه الايه؟ ده تجليخ بواجه الحجر الحجر هنا حجر التجليخ بيعمل عملية التجليخ بواجه للسطح اللي موجود طيب إنما هنا التجليخ بيتم بالحفة الخارجية للحجر بيتم عن طريق الحفة الخارجية للإيه؟ عن طريق الحفة الخارجية للحجر طيب بص كده معايا إيه اللي حيفرق ما بين دي ودي؟ هنا لما حاجة أعمل عملية التجليخ بالحفة الخارجية أكيد الحفة الخارجية دي هتعمل شوط هنا بتجليخ وبعدين هنبدأ نحرك الحجر إنما هنا لما حيكون بواجه الحجر المسافة الملمسة من واجه الحجر للشغلة مسافة كبيرة أو مساحة كبيرة وبالتالي حيكون في عندي تقليل في عدد الأشواط اللي أنا بستخدمها يبقى هنا حستخدم أشواط كتير عشان أعمل عملية التجليخ إنما هنا حستخدم أشواط إيه قليلة؟ ممكن يبقى السطح ده مش سطح استواني زي دا كد لو ده سطح استواني تبقى الشغلة بتلف وحجر التجليخ كمان بيلف إنما لو كان ده سطح مستطيل يبقى حجر التجليخ بيلف وبياخد أشواط زهابا وإيابا عشان يعمل عملية إيه؟ عملية التجليخ طب تعالا كده نشوف مع بعض ده شكل مكينة من المكينات اللي بتعمل عملية التجليخ ركز كده معايا ده كده اللي بنسميها الرسمة اللي بيتسبت عليها الشغلة طبعا دي المكنة كلها فيه عندي هيكل ودي أيدي علشان تحرك الرسمة دي زهابا وإيابا أو تحركها بالعرض زائد إن عندي أيدي بتحرك ده حجر التجليخ وطبعا لازم يكون محطوط عليه حماية ديت من الاحتياطات الأمام تمام؟ من احتياطات الأمان اللي لازم تكون موجودة علشان حجر التجليخ بتاعي ما يتسببش في أدرال للعامل ولا للشغلة ولا للمكينة ذات نفسها خلي بالك معايا إن حجر التجليخ ده حيكون بيلف حركة دورانية والشغلة حتكون متسبتة هنا وبالتالي وهو بيلف حركة دورانية أنا حخلي الشغلة اللي متسبتة على الرسمة تتحرك زهابا وتتحرك إيابا تقوم تعمل عملية التجليخ طبعا عايزين تشوفوا الكلام ده؟ تعالوا معايا كده نشوفه سوا دي مكينة التجليخ السطحي ده شكل المكينة دي الرسمة عايزك تبص كده بعينيك كويس شايفين اللي أنا بشاور عليها دي دي شغلة وده حجر التجليخ أكيد أنا كل اللي هعمله إيه بقى؟ إن حجر التجليخ ده حيكون بيدور حوالين نفسه وبعدين يكون الشغلة دي حتتحرك معايا زهابا وإيابا علشان الحجر ده يقدر إنه يمس الشغلة ويزيل طبقات منها تعالوا كده ما طولش عليك تعالوا نشوف مع بعض أهو الشغلة بتتحرك حجر التجليخ بيعمل عملية تجليخ وبسببها في رايش بيخرجه اللي هو على شكل شرارة طبعا الشرارة دي يعني رايش بس الرايش درجة حرارته عالية شوية فبيخرج على شكل إيه؟ على شكل شرار يبقى أنا دلوقتي طب حتقولي هي المكنة بتتناها كده رايحة جاية بس لا ده في أيدي هنا بتتحرك علشان وأوتوماتيكيا بحيث إن الشغلة لها عرض كبير فكل شط من دول الشغلة بتتحرك بالعرض عشان نجيب السمك اللي جنبه يبقى أنا دلوقتي الشغلة هي بتتحرك زهابا وإيابا وحجر التجليخ بتاعي بيتحرك حركة إيه؟ دورانية يبقى هو دلوقتي بتحرك الحركة الدورانية الشغلة لو تلاحظ دلوقتي حجر التجليخ بقى موجود في نص الشغلة كان في الأول موجود في طرف الشغلة في الأول خالص لحد ما يخلص هيكون حجر التجليخ وصل لنهاية الشغلة يبقى هو بيتحرك زهابا وإيابا عشان يعمل عملية التجليخ ولكن بيكون فيه تغذية اسمها التغذية العرضية علشان الحجر يمس كل الشغلة بصوا كده الحجر وصل لفين؟ الحجر وصل لنهاية الشغلة كان الأول حجر كان في بداية الشغلة خالص بدأ يوصل لإيه لنهاية الشغلة يبقى هو بيعمل عملية التجليخ عبارة عن حركة ترددية وحركة دائرية وفي عندي حركة عرضية الحركة العرضية دي اللي من خلالها أنا بقدر أعمل التغذية العرضية اللي حتخليني أعمل عملية التجليخ للمشغولة بالكامل طب أنا دلوقتي هي المشغولات بتاعتي لما باجي أعمل لها عملية التثبيت على الماكينات حتتثبت إزاي الشغلة اللي فاتت ما شفناش أي حاجة مسكها بس في مشغولات اللي هي زي اللي استوانية يبقى أكيد دي لازم تعمل لها تثبيت ما بين زومبتين يبقى أنا لما حسبتها ما بين زومبتين ده حيكون التثبيت للمشغولات اللي استوانية إنما لما تكون شغلة زي اللي احنا شفناها من شوية أنا ما أقدرش أمسكها بأي حاجة علشان الحجر ما يصطدمش به الجزء اللي بيمسك الشغلة وبالتالي لازم الشغلة تكون ثابتة ذاتيا وبالتالي هنستخدم إيه؟ هنستخدم حاجة اسمها الأزرف الممغنطة الأزرف إيه؟ الممغنطة طب أنا دلوقتي بقيت عارف إن أنا لما حعمل عمليات التجليخ للمشغولات حعمل لها عملية تثبيت بزومبتين لو دي شغلة استوانية أو حسبتها بظرف لو ده استواني وداخلي إنما لما تكون الشغلة ذاتية يعني مش حقدر أمسكها بأي حاجة زي المنجلة أو الملزمة أو الكلبات أو الأجزاء الخطفية علشان الحجر وهو بيتحرك رايح جاي حيصطدم بيها طب في الحالة دي لازم نعمل إيه؟ لازم إن إحنا نستخدم أزرف مغناطسية طيب عايزين تعرفوا إحنا حناخد كل جزئية من المنهج دي ونشرحها إزاي؟ علشان تعرفوا بإذن الله ربنا يوفقكم في الامتحانات يبقى لازم تنتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله إلى أن أراكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته